عبر أذرعها الميليشيوية والسياسية في العراق تحاول إيران الحفاظ على بقاء حكومة عادل عبد المهدي في سدة الحكم على الرغم من التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر المسلحون التابعون لميليشيات الحجد والموالون لنظام طهران انخرطوا في قمع التظاهرات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلمين ملتكبين بذلك مجزرة خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى في محاولة لكبح جماح الغضب الشعبي المتصاعد ضد النفوذ الإيراني الذي مكن المفسدين من السيطرة على مجمل المشهد العراقي سياسيا واقتصاديا وأمنيا بل وحتى ثقافيا على المستوى السياسي لا يخفى على مطلع أن إيران تجد في عبد المهدي خيارا مفضلا في هذه المرحلة فالرجل له صلاة تاريخية وثيقة مع طهران تعود إلى تأسيس ما يسمى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية داخل إيران سنة 1982 كما أنه يعد أفضل من يمرر ما تريده طهران لا سيما أن علاقته بالولايات المتحدة ليس جيدة فاضلا عن أنه بالمقابل يمكن أن يكون جسرا بين طهران ودول عربية بعينها كل ذلك يكشف أن الدافع الإيراني للحفاظ على بقاء عبد المهدي رئيسا للحكومة يتعلق فقط بالدور الذي يلعبه الرجل لخدمة المصالح الإيرانية غير أن انتفاضة الشعب العراقي الأخيرة مثل ما كشفت عن عمق النفوذ الإيراني في العراق وضعف حكومة بغداد أو ربما عجزها في مواجهة هذا النفوذ إلا أنها كشفت أيضا عن قوة الشارع العراقي وقدرته على الأخذ بزمام المبادرة لتحقيق طموحاته المشروع في الاستقلال والكرامة الإنسانية وإبعاد الفاسدين عن مواقع السلطة فالعراقيون خلال أيام قليلة من التظاهر فرضوا على العالم كله أن يلتفت إلى ما يحدث في العراق وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي يخيم حاليا إلا أن محللين يحذرون من اندلاع شرارة الاحتجاج مرة أخرى في أي وقت لأن المظالم والمشكلات التي دفعت العراقيين إلى شوارع لم تعالج ولم يبذل أي جهد حقيقي لحلها فهل يجدد العراقيون ثورتهم؟ الأيام المقبلة ستحمل الجواب حتما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر